وبقى ده معمول له عمل واللي ما بيشتغلش معمول له عمل واللي ما بيكلش معمول له عمل واللي ما بيتجاوزش معمول له عمل والكلام الفارغ ده كله فأنا النهاردة يعني عشان ألخص وأطلع بس من الموضوع ده بنقاط محددة اسمحولي انت والدكتور صلاح ان انا اسألكم شوية اسئلة عشان هكذا يجب ان يكون الفكر نبدأ النقطة الاولانية هل يدخل الجني جسم الانسان ولا الكلام الفارغ اللي انا ما بحبش اقوله ده يستحيل يستحيل خليها نمشي بكلام الاخوة المعالجون والبتان افاجئ حضرتك بحاجة بصور الاخوة اللي احنا جبناهم للمناظرة الماضية ما تخليها دي بقى بعد رمضان انا عرف تقول ايه سبها لبعد رمضان لا مولاد من يفضحي مرطم حمد ما خليها بعد رمضان مش كان في حد جاي لا محدش جاي خلاص محدش حد جاي احنا زي ما حتك قلت لا مش في حد كان جاي خليها بعد رمضان انتوا نمتوا ولا ايه لا لا معاه طبعا انا بناشد الاخوة اللي على الهوى يفتح تليفونه ان كان غير تليفونه لا احنا عايزينهم مش عايزينهم على الهوى احنا عايزينه يجي ناوه ما نبقوله على الهوى بعد رمضان يجي لنا ايه بعد رمضان ان كان غير تليفونه سبنا ناسألكه بس شوية سبنا ناسألكه بقى يعني عشان نخلص يعني الفضل النقطة دي قد تقول صلاح ركز معايا فيها لو ان الجن يدخل جسم الانسان خلاص من امتى بدأ الحكاية دي من قول الشيخ عمري ما بقى معالج ولا من عهد ادم من عهد ادم طب ازاي القرآن مهيقا هي هرجع تانى مش من عهد ادم بالنسبة لهم يا ع тов komdan لا استنى بس انا بتكلم منطق انا بنسبة لهم هما لو ان الجني صحية ان يدخل جسم الانسان هيدخل من امتى من طبيعة شغله من قول الشيخ ابراهيم ما بقى الشيخ ابراهيمachu بيعالج ولا من عهد ادم من بداية شغل من اول الجنة ما اشتغل. ايش كده برضو. اه. طب كيف لا يعالجها القرآن? وكيف لا يشرحها القرآن? وكيف هو يفوت فرصة ان ما يدخلش في ادم? ايوة او بنيه. اه. لا. لا 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 ده لازم ده من اول لحظة. اه اه اه. اه. وصلت? يعني كانت تبقى من اول. هجيب الزرية كلها وانا جاي. لا زبك من الزرية الزرية سهلة. انما هو الكبير ده. ادم. اللي هتنفلت منه الزرية او هتنبثق منه الزرية. لا ولازم ابدأ من ده. ما دي وظيفتي. صح. ما دي وظيفتي مع الزرية. فانا لازم اشتغل من اول ادم. فاصل الزرية. فكيف لا يعالجها القرآن? وكيف لا يقوم بها ابليس? وابليس انت عارف ما بيقصرش الراجل يعني ابليس ما بيتأخرش. جميع. ها? فماذا فعل ابليس مع ادم? ان كان هيبقى دخول كتبقى من عهد. صح. ادم. واس واس بس. مش كده? اه. وهو قال ايه نمسك ابليس بقى. سيبك بقى مشيخ فلان وعلان وترتان. ناس المتخلفة عقليا دي. ها? ونتكلم على ابليس نفسه قال هعمل ايه? ولا انا ولا انا سيب ابليس واخد كلام ناس عن ابليس. ما انا عندي ابليس. ما جيب بالاصل. خاصة اللي هو صريح. ما بيكذبش وما اتأخرش والراجل واضح وضوح الشمس في في ربعة النهار. قال ايه بقى? ها? الف بعزتك لأدخلن في اجسادهم اجمعين. ها? الف بعزتك لأغوينهم اجمعين. اجمعين. مش كده? ها? الحاجة تانية. ثم لقاتي ها? ثم لقاتي انهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن. ها? ولا تجد اكثرهم. شاكرين. ها? ها? طب انت انت بتدفع عن ابليس يعني? ولا انت بتتكلم عنه عن التوكيل منه? بتظهر الوظيفة جديدة. هذي هذي قضية لازم الناس تفكر فيها. لانها لو هي دي الحقيقة كانت تبدأ من ادم. طب اقسم بالله لا اقولها لك. ها? غصبا عني معليش بقى. فض. الاخوة اللي تكلموا هنا في عدم الدخول خرجوا بره في الاوضة. اللي هم هنا تكلموا في الدخول. وبره ارى عدم الدخول. بره عدم الدخول. ما الاقل مسجل لهم على التليفون. ايوه. اللي هما ما يعرفوهوش. الدكتور صلاح. ها? قام. وتعصب جدا. احنا ظننا انه ها هيخرج عن شغوله. انا سمعوها للولاد. انه هما مسجلل لهم. انه هما قالوا. اه. ما هذا هو الكذب. مجرد. يعني هو الدكتور صلاح طرح عليه السؤال. بلاش طرح. يعني عرض عليه السؤال اكثر من مرة. بيدخل او ما بيدخلش. طب نقصل. طب نتكلم. في نعلم بيدخل وبره قال ما بيدخلش. بره قال لا ما بيدخل. طيب. دي نقطة. خد بالك يا دكتور صلاح. دي نقطة. دي نمر اتوان. اخونا بتاع البخاري. هل ممكن. هل ممكن. هل ممكن. القرآن. اللي قال. ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء. يفوت دي. وتحصل بقى. بعد 14 قرن. انه يدخل. يستحيل. يستحيل. الدكتور صلاح شرح لهم الحديث. وانا مكنتش موجود في الحلقة دي. وانا كنت شرح الحديث ده من 3 حلقات. اللي هي ايه. ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرد دم. والكلام هنا بلازم المعنى. صحيح. الكتب بيجري بدمه والقتل بيجري بدمه. زي ما بنقولها كده. اه. اه. وفيش كده يعني لو فتحت مش هتلاقي كتب بيجري ولا هتلاقي. اه. يعني تفاهم ده كلام مجازي. صحيح. خلاص كده. صحيح والله بنستخدم احنا اه. اه. احنا نتكلم بلازم المعنى دون ان نشعر. خد بالك. النقطة تانية. وده الاهم. يعني حينما اسمع انا حديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. الاقي الحديث. واحد واثنين. اتنين عكس واحد. وتلاتة عكس واحد واثنين. يعني في رواية يقولك استخرج السحر. ورواية يقولك مرضيش يستخرج السحر. والرواية التالتة بعت عليه يستخرج السحر. صحيح. هذا التناقض في الروايات يدلوا علامة. ان فيه حاجات مش صحيحة فيه. ان ده متسوس. وان الدس الهدف. طي. هل القرآن ما كانش يجب ان يعرض لهذا ويتكلم فيها. خاصة القرآن نزل بعد ذلك. طيب ولما القرآن ينفي هذا ويقول عكسه. بقيت ايه دكتور محمد. اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مصخورا والقرآن بيتكلم نافي الوقعة. كل هذه الامور لازم انا اخدها بعين الاعتبار. وانا بتدبر الامر. لانه القرآن منزلش عشان اقراء سبعتاشر جزء وطوانتاشر وتسعتاشر واعد اجري ورا نفسي في رمضان وخلصت وقريت. لا. فلا يتدبرون القرآن. او ليتدبروا آيات. يعني مش ممكن ابدا هتمشي المسألة بالحادث في المجتمع. ثانيا. هذه المسألة من مسائل العقيدة. اللي يبنى عليها علم وعمل. يعني خد بال حضرتك ايه 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 مشكلة العقيدة او مشكلة الاعتقاد. ان انت بتعتقد ايه. وهتوقف بين يدي الحق تبارك وتعالى. اللي الاخوة اللي بيعالجوا دول مش عارفينه. لازم نفهم ان وقفته قدام ربنا يوم الايامة هو مش عامل حسابها. لانه يضل الناس وهو وهو على يقين انه كذاب. وهو على يقين انه ضال. بدليل. لما ترجع لعصر الصحابة والتابعين. سمعت عن الوظيفة دي. الراقي الشرعي. لا. يعني خد بالك الوظيفة دي. ما 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 حصلتش في العهد اللي كان الرسول موجود فيه. او الصحابة. هم مفيش غير فعصرين احنا على فكرة. حلو. ينفع كده. لا. طيب لما تسمع حديث في مسلم وانا جبت لكم رقمين كنت. رقمين حديثين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه? عن الرقم. ولما هو صلى الله عليه وسلم جي يوصف اللي هما السبعين الف. السبعين الف. الا الذين لا يرقون. ولا يسترقون. وعلى ربهم ايه? يتوكلون. واحنا قلنا ان ان لو ان القرآن هيبقى له مدلول في الباب يبقى شفاء. مش علاء. طيب.